مرحبا مواليد برش الثور معكم كارمي شماس كيف بدي يكون الأسبوع من 32 نوفمبر 22 للأحد 6 ديسمبر بهيدا الأسبوع منودع شهر ومنبدأ شهر جديد وعلى سيرة الشهر صارت الأبراج الشهرية يعني شهر ديسمبر لبرش الثور صارت موجودة عندي على الشانل تقدروا تفوتوا على الفيديو وتحضروا آخر يوم بشهر نوفمبر يعني 32 منودع شهر مع خصوف للقمر خصوف للقمر يعني فلمون ببرش الجوساء بالنسبة لألكم أنتو مرح تتأثروا سلبا ما بيعنيكن كتير هذا الخصوف لأنه في بيت المال فحلو أنكم تكونوا مهتمين شوي بأموركم الشخصية المالية مصاريفكم ديونكم تبلشوا تهتموا فيها لأنه آخر يوم بشهر احتمال أنه تنعجقوا شوي بترتيب بعض المصاريف وببعض الديون أو الفوتير قال لي بل شو دا أدقولكن كيف وديكون هذا الأسبوع علما أنه الشمس موجودة ببرش القوس يعني عم بتساعدكن وما في لزوم أبدا أنكم تتدايقوا في هذا الأسبوع الثانين والثالثة الأمر موجود ببرش الجوساء عم يفسح في المجال لحتى يكون فيه نوع من تواصل مستمر مع أشخاص بدن منكن مساعدي بدن منكن خدمة أو بدن منكن فعلا أنكم تلتفتوا لقلهم وتشوفوا شو ناقصهم وبالتالي فيها تكون قصص يمكن تكون من قبل زملاء فيها تكون من قبل الأهل فيها تكون من قبل الأصحاب حسب أنتو شو عندكن الطلاب بدون ينتبهوا لأنه درسهم كتير مهم لأنه في عنا خصوف للأمر بيكون تنتبهوا أدائكم تحت الأضواء في خصوف في بيت النتائج فانتبهوا بهاليومين بيسم تكونوا كتير كتير وعيين ودارسين وبتكون تكونوا ناشطين الجو أنا بقلكم منه سلبي الجو جيد الثانين والثالثة بل يلي بيدرس منيح يلي بيشتغل منيح بهاليومين فيه هنا لك احتمال يكون في بعض المكاسب الأربعة 2 ديسمبر الأمر بيكون ببرش السرطان من الصبح أما اللي عم يتابعني من سدني فالأمر بينتقل لبرش السرطان الساعة 2 و25 دقيقة بعد ظهر يوم الأربعة الأمر بيكون ببرش السرطان وبيبقى ببرش السرطان حتى الجمعة الساعة 3 بعد ظهر توقيت بيروت يعني ميدنايت الجمعة توقيت سدني وجود الأمر في برش السرطان بالنسبة للكم مسألة كتير حلوة كتير مغزية كتير مدعمة مثل اللي عم بياخد فيتامين بيقوي الأفكار النشاط الزكا سرعة الخاطر سرعة البديهة نحنا في لبنان عادة بيقولوا انه خدوا كله منقوشي لأنه المنقوشي الزعتر بيفتح العقل الأمر ببرش السرطان بالنسبة للكم بيفتح العقل وبيفتح لكم عقلكم ونشاطكم تتحمسوا وهناك نوع من مجال كتير 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 كبير عادة مولي برش السور أنه يكونوا نشاطين من قبل طلوع الضو فترة ممتازة للكلام للكتابة للسفر للتنقل للحركة وحتى تختموا فينا نقول هيدا الأسبوع مع وجود الأمر ببرش السرطان الجمعة إذن أربعة ديسمبر الأمر بتترك برش السرطان ساعة ثلاثة بعد الظهر توقيت بيروت يعني وحدة الظهر توقيت العالمي وقلنا أنه ميدنايت توقيت سيدني بيوصل لبرش الأسد وبيبقى ببرش الأسد حتى الأحد الساعة 10 إلى 10 المساء توقيت بيروت وجود الأمر في برش الأسد نوعا ما بيلبك حالته النفسية نتفن مش كتير لموالي برش الثور ولأنه عطلة أسبوع ما في أي مشكل لأنه صار عنده خيار مولود ومولود برش الثور أنه يختاروا يشتغلوا من بيتهم أو يعدوا من بيتهم أو ما يظهروا أو يهتموا بحالهم وإذا ظهروا يكون للاهتمام بحالهم ليشتروا غراضهم يعني أو يمكن لحتى يهتموا بأمورهم المنزلية ما تنسوا أنه أحيانا تأثيرات الأمر مش للأسد معقولة تسبب لكم ظهور قد تظهر بعض المسائل الشخصية أو المنزلية أو من أحد أفراد العيني إجمالا لأنه تأثيرات العامة جيدة مني شي في تأثيرات سلبية مفروض يمروا تمروا عطلة الأسبوع بسلام وما تنسوا لازم تسمعوا الأبراج الشهرية برج الثور لشهر ديسمبر لتعرفوا الجو العام كيف بهذا الأسبوع تأثيرات ممتازة من كوكب المشتري مشان هيك عم بقلكم كوكب المشتري مشان هيك عم بقلكم لازم تحضروا الأبراج الشهرية لأنه المشتري عم بيركد ركض وعم بيترككم فلحقوا حالكم هايدي تقريبا آخر أيام كوكب المشتري تأثيراته الحلوة تطال هذا الأسبوع موليد 17 ل19 أيار معيوم بدي اتمنى لكم أسبوع كتير حلو على أمل اللقاء مع الأبراج اليومي والشهرية باي باي اشتركوا في القناة